عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع وعدد من المسؤولين اجتماعا لاستعراض المشروعات الانتاجية والصناعية المقترحة من جانب احدى الشركات المصرية للاستثمار في عدد من القطاعات وفي اجتماع اخر وجه مدبولي باهمية ان تكون هناك محافزات للاراضي الصناعية في الصعيد مؤكدا ان الدولة تستهدف تشجيع قطاع الصناعة وخاصة في المدن الجديدة واشار مدبولي في مستهل الاجتماع الى اهمية الاعلان عن اسعار الاراضي الصناعية والتي ستكون مقصورة فقط على تكلفة المرافق كما اكد رئيس الوزراء انه سيتم طرح الاراضي الصناعية للمستثمرين من خلال نظام التمليك طبقا لاسعار المرافق او من خلال نظام حق الانتفاع وذلك تشجيعا وتحفيزا لهذا القطاع الحيوي والذي يعد من اهم قطاعات التنمية